أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على تهيئة كل ما من شأنه دعم المسيرة التجارية والصناعية في البلاد ومساندة القطاع الخاص ورجال الأعمال فيها سمو أثنى على الدور الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسا وإدارة وأعضاء في الشأن التجاري مؤكدا سمو على ضرورة أن تتضافر كافة الجهود وتتلاقى حول أهدافها في دفع العمل التجاري والنهوض به خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وذلك بالحفاظ على دور غرفة تجارة وصناعة البحرين ككيان عريق شاهد على تطور المسيرة التجارية في البحرين وبيت للتجار ينطلقون منه للنهوض بالتجارة والارتقاء بمسيرتها مشددا سمو على أن توحيد الجهود في بيت التجار سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على قطاع التجاري للمملكة ومعربا سمو عن تفاؤله لما تشهده المملكة من مشروعات كبرى في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لما تعكسه من جوانب إيجابية على عجلة النمو الاقتصادية وكان صاحب أسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر استقبل بقصلك ضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسولين ورجال الأعمال والتجار يتقدمهم أسيد خالد بن عبد الرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وخلال لقاء شاد سموه بجهود القطاع الخاص ورجال الأعمال في مساندة جهود التنمية في مختلف المجالات وقال سموه إن مناخ الاستثمار في البحرين يتميز بتنوعه وقدرته على التكيف مع المستجدات العالمية وإيجاد فرص جديدة وعلينا أن نواصل السعية من أجل تطوير هذا المناخ ليكون قادرا على جذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وقد أكد صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات التي تعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة وتحافظ على موقعها الريادي في مجال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في المنطقة داعيا سموه إلى تكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة ذات المردودات الإيجابية في مختلف القطاعات من أجل دعم توجهات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتترق سموه خلال اللقاء إلى دور العوائل التجارية في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة مؤكدا سموه أن إسهمات هذه العوائل في مسيرة تقدم الوطن ونهضته تعكس ما يتمتع به أبناء البحرين من تكاتف وحرص مشترك على رفعة الوطن وازدهاره شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر